يعاني مسلمو الكونغو من الفقر الشديد ما جعلهم فريسة سهلة أمام المنظمات التنصيرية التي تشترط اعتناق المسيحية للحصول على الخدمات وتخصت منظمات لتنصير مسلمي الكونغو مثل منظمة AAB التي تعمل في المدن ذات الأغلبية المسلمة التي تخصصت في تنصيرها أطفال المسلمين حيث تقوم بتزديد نفقات التعليم إذا اعتنق الطفل المسيحية وقد توفر له فرصة الدراسة الجامعية خارج البلاد وعملا داخل البلاد فكثير من الأسر المسلمة أمام خيارين إما التنصير والتعليم وإما الإسلام والأمية